الأهلي يطلب من الاتحاد المصري تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال لفيفا أرسل النادي الأهلي خطاباً اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تصعيد أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقام المباراة المشار إليها في ملعب محايد بعيداً على الفرق الأربعة التي تتبارح حالياً في إيابة دور قبل النهائي للبطولة يأتي ذلك ردا على قرار كاف الذي صدر مؤخرا باختيار ملعب بعينه يستضيف هذا الحدث للعام الثاني على التوالي وهو ما لم يحدث من جانب أي اتحاد قري من قبل لسيما وأن القرار صدر في توقيت متأخر للغاية وبعدما تقلص عدد الفرق المتنافسة الأربعة فرق فقط وبات ذلك القرار يخدم ناديا بعينه يعني القرار دا يخدم ناديا بعينه والذي سوف يخد من المباراة نهائية حالة أهله على ملعبه وسط جماهيه زي ما عودنا نادي الأهلي ما بيسيبش حقه نادي الأهلي بياخد كل الطرق الشرعية وكل الطرق القانونية لحفاظ على حقه يمكن موضوع أزمة الملعب دا احنا الاتحاد أو النادي الأهلي لا يستطيع أن يخاطب فيفا مباشرة ولكن لازم من خلال الاتحاد المصري الاتحادات الدولية لا تخاطب أندية ولكن تخاطب اتحادات أهلية فإذا النادي الأهلي يخد الطريق الشرعي وهو مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم عشان الاتحاد المصري بدوره يخاطب الاتحاد الدولي وأكيد وإحنا كلنا ثقة أن الاتحاد المصري هيكون معانا وسابورت قوي جدا للنادي الأهلي أن النادي الأهلي بيمثل هنا مصر كلها ونادي الأهلي في حال فوزه بهذه البطولة سيكون أول نادي أفريقي يفوز بهذه البطولة ثلاث مرات متتالية فإذا هو حدث وإنجاز كبير نادي الأهلي بيدافع عنه بكل ما أوتي من قوة أنه لا يترك حق النادي الآله في أي مكان وفي أي زمان واللعيبة مركزة في الملعب تلعب إن شاء الله إياب البطولة يوم السبت القادم في قبل النهائي ولكن مجلس إدارته بيحارب هنا عشان الطريقة والخطوة التالية إن شاء الله تكون محاطة بكل أسباب النجاح ما ينفعش يبقى فيه فرقة يعني هتوصل فينال احنا شفنا حتى في بطولة أوروبا ما فيش حاجة اسمها الفاينال بتاع الشامبيون ليج يلعب يتلعب أو يتلعب في أي ملعب من الفرقين أو أي بلد من الفرقين المتأهلين ده فيه أوقات يعني بيحصل أن فريق بيبقى محدد الملعب منذ البداية وبعد كده فريق يتأهل من هذه البلد بيتم تغييره على طول الملعب في التحدي الأوروبية لكرة القادمة إزاي هنا أنت مصر وقرار تلعب متأخر عشان يتلعب في المغرب إذن النادي الأهلي كما عدناه بيتخذ كل الترك الشرعية عشان يحفاظ على حقوق فريق وإن شاء الله كلنا ثقة لعبنا هنا لعبنا هناك لعبنا في أي مكان عندنا فريق رجالة عندنا فريق بيستطيع أن يلعب خارج ملعبه كمان أحسن من ملعبه ولكن أنت بتاخد كل سبل النجاح والباقي وكل شيء على الله سبحانه وتعالى وبالزبط يعني يمكن حتى حصلنا على أربع ألقاب خارج ملعبنا يعني من عشر ألقاب بتوعنا ده أكبر دليل يعني أربع ألقاب يعني العشرة احنا خدنا عشر كقوس أفريقيا خدنا منهم أربع بر ملعبنا فلكو أنت تخيلوا أن 40% من البطولات أنت خدتها بر ملعبك فلو ده بيدل فبيدل على صلابة وقوة النادي الأهلي ومش كده بس كمان لا ده بيدل على أن الفرقة بتستطيع تلعب بره زي بتلعب كو فمعدن اللعيب ننطق فيه ونطق في مجلس إدارة النادي الأهلي ونطق في شخصية ومعدن اللعبين كلنا ثقة عمرنا إن شاء الله بإذن الله منفرد في هذا الحلم حلم حتى الحقيقة شخصية ليا أنا نحن نحقق نادي الأهلي دايما بيكسر أرقامه وبيحطم يعني الريكوردز اللي عملها على مدار التاريخ هو بينافس نفسه وبينافس إنجازاته على المستوى القاري والمستوى الدولي والمستوى المحلي فالنادي الأهلي النهار ده صدد رقم كبير مش هنفرد فيه رقم جديد وعظيم النادي الأهلي بإذن الله مش هيفرد فيه وإحنا الحقيقة بنحين مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو يعني مصر وكل يوم بنلاقي خطوة للحفاظ على حقوق الفريق ويوفر له كل أسباب وسبل النجاح